موسيقى جايز دي بايب حرسيك من اللي حدث أنا شخصياً أبداً مش راهز يا ذلي على رهف الحلم كلهم مش راهزيك يا ذلي عرياً تنوحي موسيقى تحيتنا متابعين نهار بحلقة جديدة من برنامج عينك على الشاشة اليوم اسمحوا ليقدم الحلقة لروح رهف رهف يلي الأكيد صارت بمطرح أحلى مطرح ما في ظلم وما في وجع هيك نحن والجمهور عم نتفاعل مع أحداث المتصاعدة لمسلسل عأمل والقلب على شخصيات نسائية اليوم عم نواكبها والقلب تحديداً عريا بنته لسيف ريه يلي عم تؤدي شخصيتها الممثلة اللي أنا بحبه من كل قلبي ومن صميم قلبي ريه عن حركة يميت أهلا وسهلا وقلبي عمي وجعني قلبي عمي جعني عليك قلبي عمي جعني عليك هذه الليلة منمت لحضرت الحلقة وماتت رهف أول شي أنا كثير مبسوطة أني معيك فتعش أدي بحبيك وبحب النهار بحيث حال هيك جاي على الـ comfort zone طبعي مش بس انت مانمتا عن جد وصلنا ميسجز مصورين لحالهم اصحابي عم يبكو انه في فئة قتلى انه انا رهف مانا اختق ليه عم ببكي هالقاد هالقادة العالم ديقت وزعليت ونحن من اول المسلسل ناطرين هالحلقة بصراحة يعني ادي في افنت مرأيت كتير مهمة وحلوة بس موتة رهف هي التورنينج بوينت لكل العمل لانه بدت تعمل شك كتير كبير وموتة الام كمانا يعني ستنا بتموت وراها من قهرة صح فيمكن هي احسن ماتت لانه بعد اذا بدت تشوف كل شي عم بصير يا الهي يا الهي باعتقد يمكن من اقوى المشاهد اللي قطعت بالمسلسل عامل الوجع كل اياته هيك يعني نحط سكبة وحدة متل ما بيقولوا بهيد الحلقة رهف وفي قبلة كمان انا بحب ذكرك الكاف انت عارفة بدي قلك هيدا الشي الكاف اللي اكلته رية من سيف شيل الكاف على جنب اللي انا بدي اسألك عن تفاصيله بس رمزيته كانت مخيفة مية بالمية حسينا رية مين خبريني رية مين يا حرام لك هيدا الكاف حقيقي اول شي انا بدي وجه تحية كتير كبيرة لعمار شلق عامل عبدو رباية وهو عن جد باي وكننا عم نتشارك شوي الحزن لانه انا توفى بي ومن بعد توفى بي فكانت العلاقة كتير حلوة عكس من بيني على الشاشة كليا هيدا الكاف دلايتني عتلانه همه من لما نوصتني الحلقة لانه عادة بس ثورة مشهد كاف يعني يمكن مش الكل بيكون قادر يلعبوا بالطريقة اللي على التكنيك او ما يقذيك ممكن حدا بالغلط مش انه مقصودة يقذيك فانا انه صرت تفكر انه عمار وطوله وعرضوا ايده هالقاد ازنوا بدي اسفقنا الكاف بدي ان شاء فضلتني جمعة كليوم روح لعنده قل له عمار انا كتير بحبك وعبته او قل لي والله مرح ازيك والله مرح ازيك نهار المشهد واقفين على الباب وعمل ومعملني بروفا ولا مرة يعني احنا على التصوير صاري قل لي ما بدي اعمل وايك بروفا هلق بتشوفي قل لي بقطعه من هون لأيدي قبل ما تدق فيك يا حبيب قلبنا يا عمار بس اكيد مش صيف وعن جد اسراء مدق فيه يعني هي اخدت على الكلوز طبعه الكاف اللي صفقني اياه وعلى كلوزي الكاف اللي صفقني اياه بس هو ممرق من حدي حتى ما بتصدقه بس ولا غلطة على فكرة ولا غلطة لانه الكاف بيان انه اكل الكاف بحرز يعني ايه لوقني يعني فعليا وانا كان بدي انه بس اطلع يغرغ رعيوني وتشوفي هيدا الحالة الطبيعية اللي بتصير مع الانسان انه انت اذا حد صفقك كاف فجأة مينمم بيقش تضموعك فانا هيدا الكن بدي واصله لانه هيدا المشهد ستيتمنت لرايا ولا شخصيته ولا شو عم بيصير معه ريا بس يفوت بيا بترجع لورا لانه هي معودة ببيتها تنضرب هي اكل قتل اكيد كتير يعني ما هو عنده نضرب شي عادة منوع من التربية طبعته فا يعني ما انه شي جديد عريا بس انه هي خلص ما تجوزت وصارت ببيت جوزة حتى بده يتدخل فيها مع جوزة صحيح حتى ناطر الحفيد وناطر تفاصيل حتى زوجية ما قالوا حقه في تلك برايفت ماترز كتير ما قالوا فيها يعني مية بالمية على سيرة كمان ريا وشخصيته باعتقد انت عم بتتابع تفاعل الجمهور معيك ومع شخصية ريا يمكن اكتر القصص اللي عم تنسأل انه يا جماعة في منن هولي بعيد في بنات عايشة في نقول جحيم لانه بنت محرومة من حق انها بس تتعلم عم تتعنف منبية فرض عليها حياة ما بدي اياها هولي بعضهم موجودين بمجتمعنا ومعنا اليوم عم نحكي بمسلسل لبناني اختي ناكي في مشهد لناوال كامل بوجهه لها تحييب حبه كتير وعم تعمل شي من الارب نجد عم تلعب دور التاتا والام وكل شي يعني متل ما احنا منشوفها ببيتنا صراحة وداعه عز علينا صراحة احنا ما اودعناها بس خسنا مشهدية الحلقة الجاي بتودعها اخ بتقول انه عم تقرأ لها رها في القرآن بتقول انه انا بس يا ريت اهلي علموني اقرأ لح تقرأ قرآن فهن بزمنن حتى يعني مسع انريا هي بالزمن نجليد يعني هي قادرة تفتح سوشال ميديا لحد ما قادرة تقرأ تتعلم بالسر بس هي عم تنزل ع الجامعة تتعلم بس هل في منن لهول عيال اكيد في مننن نحنا ما حكينا عن ما شملنا مجتمع معين او ما شملنا فقه معين من الناس نحنا بكل المسلسل عم نحكي عن تشبسن بالعلاقات بالعادات والتقاليد يعني منه يعني هيدا الضيعة فيها هاي يمكن البيت وبيت تاني هيك صح اصلا شفنا الحوار بين ريا وصديقة لقلم من نفس الضيعة اللي هي عم تتعلم مية بالمية وصل كل شي انه هي رايح تتعلم وتسافر لحاله وبعد انها محجبة وما في مشكل قالت لها انه انت بيك ما بعرف ليش هيك انه بعضهم ماسك العادات والتقاليد نحنا مش هيك وتشميز ان نحنا مش هيك جاوبتي على شي كمان انطرح من وقت عرض البرومو خليني اقول مش بس الحلقات وقت بيانوا جميع النساء اللي حتعرض قصصون انه المحجبات فاكتار اليوم على السوشال ميديا يمكن مع بينتبهوا لبعض المشاهد عم بقولوا انه ليش اخترتوا انه او ليه حكمتوا على انه المحجبة مانا قادرة ترسم حياة ناشحة قادرة تتحقق قصة صوتهم ليه حصرتوا هيدا الموضوع بعتقد انت هلأ عم بتجاوب عليه رح اقولك شغلة اسرق اول مرة بحكيها بانترويو لانه ردت بكومنت واحدة لان استفزتني الكومنت مع انه عم يجين كتير كومنت انه هيانا نحنا محجبات وعم نروح ونشتغل ونتعلم ومنه عائق علينا الحجاب بارح بعد نرد على صبيه قلت له منه عائق عليك إليك لانه انت يمكن انت خترت الحجاب وانت لبسيه عن قناعة بس ريا انفرض عليها وهي مانا مقتنعة فيه وهي عايش بهذا الضغط النفس اللي انه كل الوقت بديك تعملي اللي نحنا بدنا اياه هيدا يمكن رد فعل يعني هي مانا مقتنعة بالحجاب هي مش لانه ما فيها تتعلم اذا لابس حجاب لا بس هي ما بتشبه حاله بالضيعة هي مانا هيدا الريا ريا اللي بتشوفوه هي ريا اللي مع فرح اللي بتلعب وبتضحك وبتنبسط وبتحب الحياة ريا بالضيعة مكبوتة فهيدا مش هي ما بده تكون هيك فهيدا الشي مانه انه لانه الحجاب لابسة هي ما فيها تعمل هيك وبعدين الصورة العمومية عن المحجبات ما خلص ياما منحضر مسلسلات بتكون مش محجبة وبتكون تاكل قتلة كل يوم عادة يعني سيف بيك عم ياخد كتير كره من الجمهور اكيبنا نوجه تحية انت وجهتيا وانا كمان متوجهة عبر النهار للممثل عمار شلق واللي نجح يوصل شخصية لدرجة انه العالم صارت بس بدا تتمسك باخواني اولا سيف سيف انت برأيك الشخصي هو كمان فوق شره اللي عامله عنده جوانب اخرى انه هو ضحية تم غسل دماغه بالعادات والتقاليد يلي هو اقتنع فيها من بيه ومشي فيها من دون تفكير سيف هو ضحية هالمجتمع سيف اذا بديك تفوت عقلبه وعلى عمق الشخصية هو مفكر حاله معه حق هو منه شايف انه عم يعمل شي غلط لانه هو بيه ربه هيك وجده قبله ربه بيه هيك صح هو معتبر انه انا عم بعمل الصح ما عم بحس بالزنب مش لانه هو انسان ما في حدا شرير للاخير وما في حدا منيح للاخير بس سيف بالمشهد اللي بقله غسلتلك عارك بيديه الدمعة رح تنزل انتبهي عمار عم يلعبه بطريقة انه هو عنده مشاعر بس هو مجبور يعمل هيك فانا بلاقي انه سيف ضحية فكر وضحية تربية سيئة جدا شو بتقليله لسيف رايا؟ رايا بتقله لسيف بعيدا عن الخوف بصوت رايا القوي يلي ما قادر بقى يهزة شيء يلي انتفضيت وعم تحقق لهو يعني ابسط امور الحياة اللي هي انا تتعلم ماذا تقولين لهالسيف اللي قتلك رهف وسهد؟ لكي يمكن بالمسلسل تقله ما بعرف بس انا بقله كرايان لسيف اذا انا مشاهدة عم بحضر انه طلع لبرة الضيعة شوي وشوف العالم اللي بيضل عايش بالقوقعة تبعته ببيته وبهيضا النمط المعين اللي عايش فيه ما ممكن يتقدم اللي ما بيتعلم ما ممكن يتقدم اللي ما بيتسقف ما ممكن يتقدم اللي ما بيجرب بيتعرف عاشية جديدة ما بيتقدم وهو خلاص على الان هونيك ما بتشوفيهم برة ضايعوا اصلا طح يعني هن بيروحوا عالسوق ماكسيموم ما عنده نزلاته عبيروت شفتيهم بالمستشفى بالمستشفى متل مجانين صفاء ومدرمين عم يركضوا وهيدا لانه هن يمكن بيروحوا عالمستشفى اللي بالضايعا صح فهن ما تمدنوا وما عمقول انه الضايعا بتكون متخالفين والبيروت لا هيدا العينة هيدا العينة من الناس طبعا لانه هن اللي بيحضروا بروغرام وبدالن عم بيفقوا بذر وعم يحكوا وقيل وقال وهيدا شو صار معه وهيدا شو صار معه اكيد هالقدة يعني بدون يحكوا بهالمواضيع ما حيحكوا باكتر من هيك قدام كره سيف كمان نيبال نيبال هو السبب يعني عم بقدم الطعومة على طبق من فضة لسيف يا بايلي كمان شو عنده مبارح بالعشا كنت عم بحكي انا ومهيار وبعد كنت بيعطت له قبلها ميسج عم نحكي هناني على المشهد مع عمار وانا حكيته عن الشخصية قلت له انه قدي صعبة انك انت تبرر له لنيبال يعني انا كا اذا بدي هلا اجي اخد دور نيبال شو بدي استعمل ادوات شو بدي لقيله مخارج لانه ليه عم يعمل هيك نيبال انه ليه انا ما بقدر صدقه بس مهيار كان عم بصدق نيبال وكان اكيد عم ببرر له ليه عم يتصرف هيك وعم يعطيه كل الحق الى حد ما لانه انت بديك تدافع عن شخصيتك للاخر بس بس تلعب شخصية بديك تفهميه بديك تقعد محله يعني هلأ مثلا ليه بيقولولي انه انا لو محل ريه كنت هيك بس انت مش محل ريه انا اللي محل ريه انا عم بلعب ريه انا بدي اعطي ريه حقه للاخر لانه ريه مصدق انه هيك شو حلو عم جاد الغوص بعمق الشخصية بعد طريقة حلوة فانا بلاقي انه مهيار لما ارى النص وقرى نيبال اكيد لقاله كتير جواني بتانية لقدر يلعبه لقدر يصدقه لقدر انت تشوفيها لقدة عم ينتقمه وبيحقده مش فارقة معه عبدا عبدا قدام هايدي الصورة البشعة اللي عم نشوفها من رجلين علما علما انه كمان البعض عنده مآخذ اليوم انه شوي عم نروح لنسوية يمكن الاستفادة فيها بطريقة اوفر شوي ممكن تضر المرة لدرجة انه صرنا كتير منسمع بجلساتنا انه الشباب ورجال بدون حق تخيلك عملنا شي جامعية لحتى تحمي حقوق الرجل حضرت المشهد ليسار وجلال ونيبال وورد بدل العشاء اكيد لما يكونوا عم يحكوا عن ورباح ورباحوا عم تحكي عن تحرر المرأة وهنا حدا عم يعطي وجهة نظره جلال بقلة مش دايما المرأة مع حق وهدا اللي جلال بيعرف كل قصطة بس هي حتى يسار بلاشت يمكن بمحل عم تغلط بحق جلال من وراء ماضية فهي ما مع حق انا ما بلاقي انه يسار مع حق بكلشي ايوه اكيد ما مع حق بكلشي روحت علي حب حياته طبعا يعني كرمال انه هي بتخاف وكرمال 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 فلا المرأة مش دايما مع حق ولا الرجال دايما مع حق بس بدل ننصف اثنان مية بالمية هاي دي علاء الضحى وصفاء ايا كلي انا كلي في المشهد اللي حطه في الخل دايما خبرينا عن كواليسوا هاي دا مستحيل انت بهال انا شفتك كتير جامدة قدام اثنان اللي هان كارول عبود وقلسة زغيب رائع بي تعقده بس بس الطريقة اللي انت عم تقيلينوا فيها انه سينترفك 해 شوية عم تقيلينوا حسين معكم شوية عم بحكيهم بالعلم ايوه بس خبرينا كواليسوا ها المشهد بس خبرينا أنا وكارول تعودنا على بعض لأنه ثلاث سنين للموت ورجعنا عملنا صنائية بالعرابة فمتعودة عليها يعني إذا بديك وألسا صفاق ما بتشبهها أبداً أكيد يا ألسا أنت كثير ليدي ألسا كثير حدا رايق ما بيصلع صوته شي صفاق 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 فكثير إنسا جمنا كمان بالمشاهد بس بهذا المشهد تحديداً ما فيه إنشور الكواليس طبعاً مشهد يعني أنا مصورتهم بس أبداً ما فيه إنشور لأنه كنا عم نضحك من قلبنا عندنا التصوير كزمان رأة طبعاً نزلوا دموعنا كارول أبداعي بالكواليسي وعم تندرب على المشهد وأخذ كتير وقت لأنه عم منحط شو عم تتهنيله بأن التفل طبع البأن ونشيل وحطه تحتو الخل لأسف أكس يعني عملوا التوريم والبابلز هولي صح فلا هيدا المشهد كانت نفيسة بمحال للمسلسل كله انه ضحكوا العالم كتير كاركتر ضحى يلي هي مرتبيك وصفيق يلي هي أمك صح صح قديها كان فيه أول شي كان فيه انتر اكشن معهم كتير صح والعلاقة المميزة يلي جمعت هالضحى مع ريا بس هالخلطة كيف 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 هيك يعني باعتقد يمكن هي الابهار طبعا التوابل الطيبة طبعا المسلسل هولي هولي السنقيات لكن حلو كتير انه ريا الضحى هي كاتمة أسرارها بتخبرها كل شي وكتير قليل ما نشوف مرتبيك تكون هالقد منيحة انا نعترتك لا توصليني له فهذا النقطة كتير حلوة انه هي ما جابت ولاد بس هي ما بتكره ولادهم من المرة التانية هي كتير منيحة معهم بتدافع عن هديل بتدافع عن ريا مسيسرتلي كل شي لاتعلم مره سألتني اللي عم تلعب دور قريج عشترو تعون قالتلي هلأ انت ريا كيف بتنزل عالجامعة يعني من وين بتجيب المصاري اللي هتتسجل بالجامعة قلتلي اول شي ريا كتير حدا زكى ريا بتشبه يسار كتير بس على اسكى بعمر يعني هي وصغيرة قلتلي ريا حدا كتير زكى اكيد ممكن تكون عبيه دهب هنه ساف نحنا منشوفه انه مقتدر معوه مصاري منه سيارات وهيدا قلتلي بعدين انا عندي ضحى عم تساعدني ضحى اكيد بتمرقلي مصاري يعني يا حبيبي تعلي باجات فهيدا الترابط اللي صار بدألك شي نحنا عن جد حباينا بعد نحنا عن جد كنا عم نشتغل كأنه قلب واحد وإيد واحدة كنا خايفين عالعمل كنا عبالنا تبين عن جد الضاعة حلوة وعيلة متماسكة رغم كل شي عم بصير فيها وعن جد هيدا الشي بينا والعالم بتقلك بس تروحي عم شاهد الضاعة كتير بحسوا انه بيشبهون مع انه كتير بعاد عنهم رايان اليوم كمان بالمسلسل علاقتك انتو فرح علاقة كتير حلوة وكتير حقيقية يعني ما عم نحسكن انه انتو عم تبزلوا جهد بتواصلكم مع بعض نحنا شايفين كواليسكم المهضومة اللذيذة الرائعة بس قدي عن جد كانت هيك لقلكم بنتين بروح الشباب فيهم قادرين يلعبوا بطريقة درامية رائعة وعم بوصلوا كل شي صح ماريلي النعمين اللي عم تلعب دور فرح صديقة عزيزة جدا ما كنا هللتقى اصحاب قبل العمال لتقينا بالالموت مرة يمكن بس هي كان دورة كتير بعيدة عن دورة بنت لكارما بنت لكارما بس أصرينا انو نلتقى كتير قبل التصوير لانو كنا عم نحكي انو فرحوا راية بس فرنس ونحنا بنعرف شي يعني بس فرنس كل حدا فينا عندو صديقة مؤربة جدا فاذا العلم ما صدقوا انو نحنا عن جد اصحابه بخبرا كل اسرارة وفيها القدة يعني انا ممكن موت اذا حدا بيعرف بهذا الشي قيلتلي اياهن يعني هالقد في علاقة حلوة بيناتن فكان بدنا هيدا الكامستري طلع على الشاشة ونحنا عن جد انسجمنا بوقت قعدنا مرتين او ثلاثة قبل التصوير كان كتير لازيز وحلو وكنا خايفين شوي عن جد لانو نحنا انا مشاهد سوا كتير صح فبديك يحبوك العالم يمكن تطلع يسائيلي يمكن ما تطلع يسائيلي في مشاهد بتخانق معها ما بدي انك صفه ضد العالم لحصل التفاعل التفاعل كان كتير حق انا انبسطت انا اول مرة بيطلع لي مشهد العالم منها معي فيه لانو حرقت سلافة لفرح يعني انا عن جد بعتذر منها ايه دمرتيا صراحة بس انا انا بعدني مسرة شفتك كيف دفع عن ريا كانت فضحتا ما اخدتا وستتا ببيروت يعني انا بالنسبة لقلي معي حق وفرح بالنسبة لقلي معي حق الله فكان كتير حلو الشغل انا وياها تسلينا كتير الاغاني كمان يعني سبق وحييت مع مارلين انا بيه هيك الاغاني اللي انعملت لانحطت بقلب هالمسلسل عطت نكهة حلوة يمكن قليل جدا ما منشوف بالمسلسلات انه عم تتغنى عم تتقدم اغنيات هي ضمن مشهد تخده من الناس يعني الكتابة طبع الاغاني هيدا كانت عن كل مشهد يعني امرار عنديك فوتو منتاج عم يمرق مشاهد كل جملة بالغنية عم تحكي عن هيدا المشهد فهيدا الشي اللي كتير حلو وهيدا اللي ينجح لانه كتير صعب انك تحط اغاني بمسلسل والعالم تتقبل مع مين انت عطفت انت اليوم مشاهدة انسي ريا عم تتابع الشخصيات كله ياتا مع مين انت اليوم اكتر شي رح تزعلي اذا صر له شي او حدا يعني عم بيعاني ولا هو ليكي انا قبل كنت كثير زعلاني عجلال اوكي قبل الكاف لانه الهلأ بعدنا مصره انه الكاف اوت اوف كاركتر لجلال ما بيشبه ما بيشبه بس حتى احنا ما شفنا جلال ولا مرة كتير رايق دايما عصب دايما عم يصرخ فهو عنده هيدا الجانب فيمكن مبرر بس انا بلاقي انه حرام كان يعمل هيك لانه هو بوقتها كان الحق معه صار الحق عليه هايوان بزعل على ريا اكيد بحس انه العالم هلأ كله بتقلك انه شو بدري عمل سيف بس يعرف انه هي عم تتعلم ومتشي لحجابه شو بدري عمل يعني هيدا نقطة رهف و تاتا راحوا فما بقفي زعل عليهم زعلت عليهم انف بما فيه الكفاية ا overth patience فرح بخاف علي تطويري هيدا انفاط السامعين ايه يصار بينخاف علي أه بتجعب تضبيت هلأ لا التنين بينخاف عليهم و ضحى وكزا حدا أيها هلأ بعد الخمسة وعشرين أحداث متصاعدة السرقة لا مكشوفة حتصير كلها يعني عم يلعبوا على المكشوف كلها آخ الله يا عيننا بدي أقول لك أنه الإشادات كتير اليوم بوجود الطاقة الشبابية بالدراما اللبنانية صح وقدام يمكن من بعض ما حكينا عن شخصية أنت رايان حركة عم تقديها اليوم أنت مش أول إشادة على دور يعني بتقومي فيه بالدراما اللبنانية بس قديها عن جذب يعنيه لك أنه أنت اليوم الطاقة الشبابية اللبنانية حاضرة عم تاخد تفاعل وشو عبالك أكتر أنه ينعطى هالشباب اللبناني يلي عنده طموح بعالم التمثيل والفن أكتر شي ممكن انبسطت فيه السنة بالتصوير هو أنه تعرفت على مثلين شباب كتير حلوين وكتير شطورين وكتير لازيزين ونعطوا فرصة لأنه تذكرت حالة من 6 سنين لما عملت بروفا وكمان كان معي صبايا بتحس أنه عم تاخد فرصتك أنه أنت هلأ قادرة تعمل شي جاي الحلاق اللي عم تلعب دور ملاك مصطفى السققه حبيب اللي عم يلعب دور هارون مابلتو ماريلين الكل صراحة بعقده وحلو ينعطوا فرصة وحلو يبينه لأنه عندنا طاقة كتير قوية الشباب اللبناني أنه هيدا شي كتير بيعنيلي لأنه أنا بلاقي أنه بعد 10 سنين هيدا الدراما هوا هن اللي عم يلعبه قدام الدراما يلي قدمتها ريان كمان كان إلك تجربة هالسنة مع جد أبو علي وليليان نمري بفيلم سينمائي يانال هيدا الفيلم أصلا كمان بعده عم ينعرض بالصلاة اللبنانية وكتير حصد إشادة على الرسالة الحلوة يلي تقدمت هيدا التجربة السينمائية بتخليك كمان تتشجعي أنك تاخدي خطوة لقدام الشاشة الكبيرة ليكي أنا كتير حبيت السينما بس الدراما بحبه أكتر أو المسلسلات لأنه بتفوت عن جدعك البات يعني هلأ بتمشي بالشارع لكن عم يحكيك عن شخصيتك لأنه كأنه عايش معيك السينما بعد أنه بديك تروح تقطع التكتل تفوت تحت ضريفة شوي كمان بعيدة عن الناس بس الإكسبرينس طبع الشاشة الكبيرة كتير حلو كتير مبسوطة إنه يانال إله بالسينما ثلاثة شهر أو أكتر صار له مئة يوم صح فالحمد الله العالم حبيت كان دور كتير حلو بالفيلم والفيلم إله قصة حلو ورسالته حلو والحمد الله قدام أدوار التعاطف يلي ريان دايما عم تاخده من الجمهور وبيكر رمضان وبيكر رمضان بتبكي وبيكر رمضان بتواش عينة قلبنا عبالك يجي نهار تاخدي هيدا دور ما حقلك الشرير بس دور الشخصية المركبة السايكو يلي العالم حيجوا الكومنتز بنفس اللفل طبع سيف ونبيل نيبال 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 سوري ما عبي تذكر اسمه أصلاً سينة ما بكيت غير بمشهد واحد مشهد كان بيعبر عن كل المشاهد شوه بس هلأ الجايين يمكن ابك فيون بس انه معلات اي انه ما كتير فحشنا السنة بس عبالي انكره عن جد عبالي انكره عبالي اللعب دور مثل ما قلتك كيف سيف ونيبال هلأ عم بيحكوا عنه لانه خلاص انه بدي شوف انه هل حيضلوا يحبوا رايان حركة لشخصة ولا حيتأثروا بالشخصية ويقولوا بدنا يعني انا في مبارح خي قالي عن عمار قالي قال شباب البرج بدون يرقوا يضربوه العمار قلت له قلت له انت بيجمعوا حالوا نيجيين فعبالي هاك عبالي اسمع هون كومنتز صراحة شو حالو هلأ بغض النظر اذا اخدت دور سايكو انا بالنسبة لقلي مشكلة لانه رح ضلني حبك لاني اصلا بحبك فانتي رايان حركة خبير ومبسط قد الدين اليوم بوجودك انا بعرف انك بعدك مملحقة يعني ما صارلك كم يوم خلصها تصوير بس ما قدرنا يعني متل ما قلبنا نكسر عرهف مضطرين نحكي مع ريا يلي ما قدر تلطم لنا قلبنا ولا شيء ولا شيء ماشي قبلانين الف مبروك رايان على هيدا دور هاي السنة تستاهلك كل خير وانا يعني بديك تسمحيلي انه اليوم حكينا عن دور البي اللي هو دور البي اللي هو منه رول موديل بس انا كمان عبر النهار بدي وجه تحية لروح والديك بدي اقل له انه هو لازم اكيد يفتخر انه عنده ريان وعنده زينب يعني انا بتأثر لانه انا بيعتبرك متل اختي فالله يرحم روحه انا عجد من كل قلبي عموجه تحية لكل اب عطى فرص كتير حلوة ليوصل اولاده لهالمرحلة اللي بسلت لها ريان حبيبتا انت انا بدي اودع متابعين النهار اليوم اكيد انطورونا بحلقة جديدة من برنامج عينك عشيشي موسيقى